النظام اللي مازال رغم تحذيرات الخبراء والمتخصصين والاكاديميين والباحثين والدارسين ان يا جماعة الاقتراض اللي بيعملوا النظام المصري حيودي البلد في داهيا وحتدفع تمنوا الاجيال القادمة ما زال النظام بيقترض ما زال النظام بيقترض مصر تبيع ازون خزانة لأجل 3 شهور بقيمة 61.8 مليار جنيه يبقى مصر بتبيع وبتقول يا جماعة احنا يعني خلاص مكملين وعندنا ديون وعندنا قروض وعندنا حنعمل زي ما احنا عايزين ونرجع تاني انت عارف انا بتقول لي وانت انت قلت الكلام ده ولكده بتقوله تاني لا لا حقولك حتة بس صغيرة تاني انا بقول لك تاني ليه عشان ده تاريخ ولازم تبقى عارف كويس من هو الذي باع مقدرات البلد ومن الذي وضع البلاد في هذا النفق المظلم وقال حنقترض تاني سيدة الوزير محمد معيط اللي تم تجديد له في الحكومة الجديدة وحلف اليمين من جديد لما قال حنستلف تاني لما سألوا نشأة تديه طب حنعمل يا سيدة الوزير قال له حنستلف تاني ازمة القروض والديون خلت الناس تتكلم الناس عمت شعب بتصرخ النخب والمثقفين والناس اللي عندها جزء من الوعي قالك احنا عندنا مشكلة عندنا مشكلة كبيرة خليني مثلا اقول لك السياسي البارز قالوا استاذ محمد انوار السادات محمد انوار السادات رئيس احد الاحزاب المصرية حزب الاصلاح والتنمية طلع طلع بالمناسبة محمد انوار السادات تم استبعاده من الحوار الوطني مع انه من ابرز الناس الداعيين للحوار والنقاش والكلام ولكن تم استبعاده ليه مش عارفين ما هم دخلوا فلان وخرجوا فلان ليه يعني انا ما اقول لك انت جبت انت جبت اسمه ايه دوت اسمه ايه الامين العام ده لما اقول لك ان انت جبت اللي كان نقيب الصحفيين يا جماعة اسمه ايه اه ضياق رشوان لما انت ايه جبت ضياق رشوان بناء على ايه واستبعدت محمد انور السادات بناء على ايه استبعدت عمر موسى بناء على ايه استبعدت مثلا احمد تنطوي بناء على ايه وجبت مش عارف مين بناء عليك، ما حدش عارف ماشي ماشي حمد عنور السادات طلع في إحدى اللقاءات التلفزيونية على تلفزيون الجزيرة وتكلم عن الأزمة الاقتصادية والديون الخارجية اللي هو وصفها وقال إنها بتمثل عبء كبير على الموزنة العامة في مصر بالتأكيد طبعا قلق شأن شأن كثير من المصريين بتمثل عبء كبير على الموزنة العامة للدولة يعني معناها التنمية معناها النمو وكل ما يصحبه من خلق فرص عمل اهتمام بصحة وتعليم طبيعي الديون الخارجية بأعباءها وأقصادها وقوايدها بتمثل عبء كبير ويعني دي مسألة ما يختلفش عليها طيب يبقى أنت يا جماعة الناس المنصفين بتقولك بتقولك إحنا عندنا أزمة كبيرة جدا في الضيون ودي مسألة ما يختلفش عليها أي حد عاقل وده كلام بالأمانة بجد يعني كلام عاقل السادات كمل في حواره وقال بنختلف مع الحكومة حول أولوية الإنفاق وهناك مشروعات كان يمكن أنت انتظر خليني قبل معرض الفيديو بتاع محمد أنور السادات الكلام ده قالوا مين يا ترى؟ ها حوالي كده 15 يوم الكلام ده قالوا الخبير الاقتصادي اللي جابه عمر أديب اللي اسمه هاني جنينة لما عمر أديب قال له بشكل واضح نكمل في العاصمة الإدارية قال له نكمل بس براحة قال له نكمل بس واحدة واحدة قال له نكمل بس بدون إهضار وكل الخبراء الاقتصادين قال لك فيه مشروعات يا جماعة كان ينفع تستنى يعني وهو محمد أنور السادات أو ما قالش العاصمة الإدارية لكن قال إن كان فيه مشروعات وأعمال كان يمكن أن تنتظر لكن الأولويات احنا ملناش علاقة للأسف الشديد بالأولويات يسأل في هذا الحكومة اللي يعني أقدمت على الاقتراض لأسباب هي تراها هامة لمشاريع بتقوم بها مشاريع قومية مشاريع خاصة بالبنية التحتية مشروعات يمكن إحنا بنختلف وكنا بنتكلم في هذا الكلام كثيرا يعني على أولويات الإنفاق وإن كان فيه بعض من المشروعات يمكن أن تنتظر قليلا وندي أولية لبعض المشروعات الأخرى لكن في النهاية هي دي سياسة الحكومة واللي بتعرضها على البرلمان واللي البرلمان بيوافق عليها فإحنا لا نملك إلا أن إحنا نبدي رأينا وعليهم أن يستمعوا أو الله كلام محترم جدا إحنا علينا أن نبدي رأينا وعليهم أن يستمعوا إحنا بنبدي رأينا لكن هما بيستمعوا نتمنى أن هما يستمعوا قلتنا يا جماعة كتير اسمعوا كلام المنصفين اسمعوا كلام المتخصصين اسمعوا كلام الأكاديميين اسمعوا كلام الاقتصاديين اسمعوا كلام الخبراء اسمعوا كلامهم ونفذوه انا الاوان ان يفتح النظام زراعه لكل هؤلاء المؤيدين والمعارضين كل في مجاله وتخصصه وما يمتاز به وفيه الراجل الاقتصادي هاتو يقولك مجموعة من المقترحات لحل الازمة الاقتصادية الراجل بتاع الطرق والكباري هاتو يقولك مقترحات بدل ما انت عمال تعمل كباري عماله تقع الراجل بتاع المستشفيات والصحة هاتو يقولك والله منظومة صحة تمشي بالشكل الفلاني